ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإيمان وهي ستة بعد أن ذكر أركان الإسلام وهي خمسة فقال في أركان الإيمان أن تؤمن بالله أولا الإيمان بالله والإيمان بالله عز وجل هو أن تؤمن بوجوده سبحانه وتعالى وتؤمن بربوبيته وانفراده عز وجل بالألوهية وتؤمن بأسمائه وصفاته فتؤمن بأن الله سبحانه وتعالى كائن ولا نقول موجود لأن موجود اسم مفعول يعني يحتاج إلى من يوجده لكن نقول الله عز وجل كائن فهو سبحانه وتعالى خالق كل شيء وأن لا نشك في وجود الله عز وجل الفطرة السوية السليمة البعرة تدل على أن لهذا الكون صانع كما قال الأعرابي البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير بحار ذات أمواج وجبال ذات فجاج وسماء ذات أبراج ألا يدل ذلك على وجود الخالق العظيم فتؤمن بوجود الله عز وجل وإن كنت لا تراه فإنك ترى آثاره ترى آثاره من خلال هذه المخلوقات الجليلة العظيمة التي خلقها الله عز وجل هذه المخلوقات الكبيرة الجليلة العظيمة تدل على أن هناك صانع عظيم سبحانه وتعالى وأنه واحد وأنه واحد فتفرده سبحانه وتعالى بالربوبية فتعلم أنه الخالق الواحد رب كل شيء ومليكه سبحانه وتعالى تعلموا أن خالق هذا الكون واحد ودليل ذلك هو قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا لو كان في السماوات والأرض آلهة غير الله عز وجل لوقع اختلال في الكون هذا يريد أن ينشئ الصباح قبل المساء وهذا يريد المساء قبل الصباح هذا يريد الليل قبل النهر هذا يريد النهر قبل الليل سيقع اختلال وفوضى في هذا الكون ولكن عندما ترى هذا الكون الفسيح الأرجاء بهذه المخلوقات الباهرة الجليلة العظيمة وفق نظام بديع منتظم لا خلل فيه تعلم أن الصانع واحد الرب الإله الواحد سبحانه وتعالى فهو الخالق وهو المالك وهو الرازق وهو المتصرف في هذا الكون كيف يشاء وتفرده بالوحدانية بالألوهية فكما أنه خلق هذا الكون وحده ولم يحتج إلى من يعينه سبحانه وتعالى فيجب أن تعبده وحده ولا تشرك به أحدا وأن لا تشرك به أحدا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا لا تعبد أحدا غير الله فإن الخالق واحد فإنه سبحانه وتعالى خالق كل شيء فلا تعبد معه غيره لا تعبد معه شجرا ولا حجرا ولا قبرا ولا إنسانا ولا حيوانا ولا نبيا ولا ملكا لا تعبد أي مخلوق بل عبد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له إذن أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى فتؤمن بوجوده سبحانه وتؤمن بربوبيته وتؤمن بألوهيته وتؤمن بأسمائه وصفاته تؤمن بهذه الأسماء التي ذكرها سبحانه وتعالى في كتابه وذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته وتؤمن بصفات الله عز وجل دون أن تشبه الله عز وجل بأحد من المخلوقات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فتتبت له الصفات التي أثبتها لنفسه وأثبتها له نبيه صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة دون تعطيل ودون تكييف ودون تشبيه فهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء أن تؤمن بالله وملائكته هذا العالم النوراني هذه المخلوقات النورانية التي خلقها الله سبحانه وتعالى من النور كما قال عليه الصلاة والسلام خلق الله الملائكة من النور وخلق الجنة من النار وخلق آدم مما وصف لكم أي من الطين فهؤلاء الملائكة هم عباد مكرمون عباد مكرمون ليسوا ذكورا وليسوا إناثا لا يأكلون ولا يشربون ولا يتزوجون ولا يلدون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون ملائكة خلقهم الله سبحانه وتعالى وكلفهم بأعمال فتؤمن بهؤلاء الملائكة جملة وتؤمن بما فصل لك القرآن الكريم أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض أسمائهم كجبريل عليه السلام ملك الوحي وإسرافيل عليه السلام الموكل بالنفخ في الصور وتؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العباد وتؤمن بملك الجبال الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حينما أخرجته قريش وأخرجه المشركون من الطائف فجاءه جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال يستأمر بأمره فقال يا محمد إن معي ملك الجبال يستأمر بأمرك فقال ملك الجبال إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين إن شئت أطبقت وجمعت على هؤلاء الذين آذوك وأخرجوك واعتدوا عليك وظلموك إن شئت جمعت عليهم الجبلين فيصبحون خبرا بعد عين فهل انتقم النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه وهل وجدها فرصة ليرد لهم الصعصعين لا بل قال لا تفعل يا ملك الجبال لا تفعل لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا هو رسولنا هذه هي الرحمة التي ذكرها الله عز وجل عن هذا النبي الأمين بالمؤمنين رؤوف رحيم رحمته التي وصلت إلى جميع المخلوقات ومن الملائكة سيدنا إسرافيل الذي وكله الله عز وجل بالنفخ في الصور قال عليه الصلاة والسلام كيف أنعم كيف أجد لدة النعيم وقد التقم صاحب القرن القرن أي صاحب البوق التقم البوق ووضعه في ذمه وحنى جبهته أي سجد لله ينتظر الإذن وحنى جبهته ينتظر الإذن من الله يعني لكي ينفخ في الصور فما دام هذا الملك الكريم على هذه الهيئة ونؤمن بأنه على هذه الهيئة لأن الذي يعني أخبرنا بهذا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم كيف ننعم وكيف نجد لذة الدنيا ولذة المآكل والمشارب والمناكح ونحن نعلم أن الملك الموكل بالنفخ في الصور على هذه الهيئة ينتظر الإذن من الله سبحانه وتعالى وهناك ملائكة موكلون بالعباد يحفظونهم بإذن الله عز وجل تأمل أيها المسلم مكانتك عند الله عز وجل بحيث يحرصك بملائكته يحرصك ويحيطك بملائكته كما أخبر بذلك القرآن الكريم حيث قال الله سبحانه وتعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله الضمير يعود على المؤمن المؤمن له معقبات ملائكة يتعاقبون يصعد فوج وينزل فوج يتبادلون يتنوبون على هذا المؤمن فيحفظونه ويحرصونه من بين يديه ومن خلفه من أمامه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله بأمر من الله سبحانه وتعالى فتؤمن بأن هناك ملائكة يحفظونك إذا حفظت أمر الله سبحانه وتعالى وملائكة كتبه يكتبون عنك كل كلمة وكل حركة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد فتؤمن بهؤلاء الملائكة جميعا وتؤمن بهم وإن لم ترهم تؤمن بهؤلاء الملائكة جميعا تؤمن بهم وإن لم ترهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرك بوجودهم يحيطونك وعليك أن تستحضر وجودهم فتستحي منهم لا ترتكي بالذنوب لا ترتكي بالمعاصي لا تقول أنا وحدي استحي من الله عز وجل أولا ثم استحي من هؤلاء الملائكة الذين يحيطون بك تؤمن بالله وملائكته وكتبه الكتب جمع كتاب والأنبياء أيدهم الله عز وجل بالكتب منها الكتب التي سماها لنا الله عز وجل في القرآن كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف إبراهيم وصحف موسى فتؤمن بهذه الكتب إجمالا أنها جاءت بالتوحيد والإيمان وعبادة الله عز وجل لكن تؤمن بالقرآن تفصيلا كتب السابقة تؤمن أنها جاءت يعني إجمالا بهذه بالعقيدة الصحيحة وبشرائع لكل نبي شريعة وتؤمن تفصيلا بكتاب محمد صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم كتاب الرحمة وكتاب الهداية إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى وتؤمن بالرسل تؤمن بجميع أنبياء عليهم الصلاة والسلام أمتنا أمة التصديق والإيمان بجميع الأنبياء والرسل قال الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل نامن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فنؤمن بأن جميع الأنبياء أرسلهم الله عز وجل ليرشدوا العباد وليخرجوا العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد سبحانه وتعالى ونؤمن أنهم جميعا قد بلغوا رسالة الله وأنهم أدوا ما عليهم وأنهم لم يلتحقوا بربهم حتى بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا الأمة وجاهدوا في الله حق جهاده حتى أتاهم اليقين ونحن نشهد لهم نؤمن بذلك في الدنيا ونشهد لهم يوم القيامة بأنهم بلغوا أممهم لقول الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا أمتنا ستشهد لهؤلاء الأنبياء لأنه يأتي النبي يوم القيامة فيسأله الله عز وجل هل بلغ أمته هل بلغ الرسالة فيقول نعم يا رب بلغته الرسالة أديت الأمانة فتقول أمته ما جاءنا من بشير ولا نذير يا رب إنه خال الرسالة ولم يبلغ شيئا وما جاءنا من بشير ولا نذير فيكون هذا النبي في حيرة يكون هذا النبي يحتاج إلى من يشهد له فمن يشهد له إذن تشهد له أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس تشهدون على الناس بأن أنبياءهم قد بلغوا رسالة الله سبحانه وتعالى تؤمن بجميع الأنبياء لا تستثني منهم أحدا لأنك إذا آمنت ببعض ولم تؤمن ببعض لم يكمل إيمانك بالأنبياء وكل من آمن بنبي واحد ولم يؤمن بالأنبياء الآخرين فقد كذب نبيه ولذلك تجد في القرآن كذبت عاد المرسلين كذبت ثمود المرسلين لم يقل عز وجل كذبت عاد هودا أو كذبت ثمود صالحا وإنما كذبت عاد المرسلين لأنهم بما أنهم كذبوا نبيهم هودا فقد كذبوا جميع المرسلين فمن كذب نبيه فقد كذب جميع المرسلين وأمة محمد صلى الله عليه وسلم تؤمن بجميع الأنبياء وجميع المرسلين أنهم مبعوثون من عند الله عز وجل وأنهم بلغوا رسالة الله تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر اليوم الآخر يبدأ من خروج الروح اليوم الآخر يبدأ من خروج الروح فتؤمن بخروج الروح وتؤمن بدخول القبر وتؤمن بسؤال الملكين وتؤمن بنعيم القبر وتؤمن بعذاب القبر وتؤمن بانشقاق القبور يوم القيامة وتؤمن بالوقوف بين يدي الله عز وجل العرض على الله عز وجل وتؤمن بتطاير الصحف فمن ممسك صحيفته بيمينه ومن ممسك صحيفته بشماله وتؤمن بالصراط وتؤمن بالميزان وتؤمن بعرض الأعمال على الله وتؤمن بالحساب وتؤمن بالجنة وتؤمن بالنار كل هذه داخلة في الإيمان باليوم الآخر لا تكذب شيئا من هذا لأنها داخلة في الإيمان باليوم الآخر لا تكذب عذاب القبر لا تكذب نعيم القبر لا تكذب انشقاق القبور وخروج الناس من قبورهم كما تخرج الحبة يعني عندما يسقيها الله عز وجل بالأمطار وقد ضرب الله عز وجل المثل في القرآن الكريم بإحياء الموتها على إحياء الموت بإحياء الأرض بعد موتها قال تعالى كذلك النشور كذلك النشور فمثل للنشور وخروج الناس يعني من قبورهم بخروج الزروع والثمار من الأرض الميتة فتؤمن بهذه التفاصيل جميعا كما وردت في كتاب الله عز وجل وكما وردت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا آمنت بالحساب فحاسب نفسك قبل أن تحاسب والله تعالى يذكرنا بهذا الحساب في كل ركعة من الصلاة في كل ركعة من الصلاة يذكرنا الله عز وجل بالحساب ملك يوم الدين عندما تقف بين يدي الله عز وجل في صلاتك في كل ركعة تقول ملك يوم الدين ملك يوم الدين فتذكر نفسك بيوم الدين أي يوم الحساب إن هناك حسابا وإن هناك جزاءا وإن هناك صراطا وإن هناك ميزانا وإن هناك جنة أبدا أو نار أبدا نسأل الله السلامة والعافية فتعمل الأعمال التي بها تدخل الجنة وتجتنب الأعمال التي بها قد يدخل الإنسان النار نسأل الله السلامة والعافية إذن تؤمن باليوم الآخر بجميع تفاصيله الواردة في القرآن والسنة وتؤمن بالقدر خيره وشره تؤمن بالقدر خيره وشره أن الله عز وجل قدر على العباد أقدارا قبل أن يخلقهم وعلم ذلك سبحانه وتعالى في الأزل علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون وأن كل شيء بمشيئة الله سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله وأن كل شيء بإرادته سبحانه وتعالى ومشيئته وأن كل ما قدره الله عز وجل فهو مخلوق لله عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر فتؤمن بالقدر خيره وشره فهناك أقدار خير وهناك أقدار شر فتؤمن أن كل ذلك بمشيئة الله وبقدر الله عز وجل فإن قدر الله خيرا فإنك تشكر الله الذي قدر لك هذا الخير هذا المنعم الذي قدر لك هذا الخير وإن قدر عليك شر فتؤمن أنه ابتلاء وامتحان من الله فترضى وتسلم قال تعالى وَمَنْ يُؤْمٍ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهِ وَمَنْ يُؤْمٍ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهِ قال أهل التفسير وَمَنْ يُؤْمٍ بِقَدَرِ اللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ لِالطُمَأْنِينَةِ إذا آمنت بالقدر يطمئن قلبك فلا تتسخط ولا تتدجر ولا تلعن ولا تسب وإنما ترضى وتسلم بما قدره الله سبحانه وتعالى عليك تؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قبل ذلك قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه لأن السائل غالبا لا يعرف الجواب فيسأل وينتظر الجواب ويسكت لكن هذا الرجل شديد البيض الثياب شديد السواد الشعر يسأل وعندما يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم يقول صدقت فيتعجب الصحابة كيف يسأل ليتعلم وبعد أن يأتيه الجواب يقول صدقت